الهجرة والسفر عبر الأمم المتحدة خطوات برنامج إعادة التوطين عبر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في هذا الفيديو سنتعرف على كيفية الهجرة والسفر بشكل قانوني عبر برنامج إعادة التوطين الذي تديره المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إذا كنت ترغب بمعرفة تفاصيل برنامج إعادة التوطين وكيفية التسجيل وما هي الفرص المتاحة؟ تابع معنا حتى النهاية أولاً التسجيل في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين البداية دائماً تكون مع التسجيل الرسمي في المفوضية وهنا تحتاج إلى تجهيز بعض الوثائق الأساسية بطاقة الهوية الشخصية دفتر العائلة أو جواز السفر شهادة الميلاد وثيقة الزواج أوراق دراسية وشهادات بعد تجهيز هذه الوثائق يمكنك التسجيل في أحد مكاتب المفوضية القريبة منك في بلد اللجوء ثانياً الالتحاق ببرنامج إعادة التوطين بعد التسجيل تصبح مؤهلاً للحصول على عدة خدمات من المفوضية ومنها خدمة إعادة التوطين ولكن التوطين لا يمنح للجميع بل يتم اختيار عدد محدد فكيف يمكنك زيادة فرصك إليك بعض النصائح؟ أولاً التأكد من تحديث بيانتك الشخصية الإبلاغ عن أي أحداث مهمة حصلت معك قبل أو بعد التسجيل معرفة معايير التوطين والتي يجب أن تتأكد من انتباغ أحدها عليك الاستفادة من دعم المنظمات المحلية التي تعمل في مجال التوطين الإبلاغ الفوري عن أي تغيرات في معلوماتك مثل تغيير رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني تجنب طلب إعادة التوطين بشكل صريح والتوقف عن أخذ المعلومات من مصادر غير موثوقة ثالثاً اجتياز مقابلات إعادة التوطين في حال تم قبولك في الخطوات السابقة سيتم التواصل معك لإجراء مقابلات إعادة التوطين وهذه المقابلات تتطلب حضور جميع أفراد العائلة حيث يتم طرح أسئلة دقيقة عن تفاصيل حياتكم مثل التجارب في بلدكم الأصلي ظروفكم الحالية استعدوا جيداً لهذه المقابلات لأن القبول يعتمد على إجاباتكم ومدى مطابقتها للمعايير ملاحظة هامة يجدر بالذكر أن برنامج إعادة التوطين ينقل آلاف اللاجئين سنوياً إلى عدة دول منها كندا، ألمانيا، بريطانيا، والسويد والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها إذا كنت تسعى للحصول على فرصة عبر برنامج إعادة التوطين تأكد من اتباع هذه الخطوات وشارك هذا الفيديو تابعنا لمزيد من المعلومات حول الفرص القانونية للهجرة وطرق التقديم